اشتركوا في القناة الليلة امير المؤمنين سلام الله عليه وسجع على فراش المرض يئن أنين السليم تدري شنو أنين السليم يعني ملدوغ العقرب يئن أنين السليم وقد وصل السم إلى قدمه حتى تورمت الأصبغ بالنباتة يقول دخلت على سيدي أمير المؤمنين رأيته معصف بعصابة صفراء والله ما أدري أوجه الإمام أشد صفرة أم تلك العصابة دخل عليه حجر بن عدي قال له فيا أسفي على المولى التقي أبا الحسنين حيدرة الزكي قال له من هذا حجر هذا قال فداك حجر يا أمير المؤمنين قال يا حجر كيف بك إذا دعيت إلى البراءة مني قال يا أمير المؤمنين والله لو أخذ أحرق أرمى بالنار ما تبرأت منك يا أمير المؤمنين جزاه خيرا قال جزاك الله خيرا أمير المؤمنين سلام الله عليه يبكي واليتامى كلهم يحوطون بدار أمير المؤمنين الليلة انتشر خبر في الكوفة أن الإمام علي طالب قدح من اللبن إجوا أهل الكوفة كلهم صغار وكبار كل واحد بيد قدح من اللبن يقول يا أبا محمد للحسن عليه السلام يا أبا محمد فليشرب أبو الحسن من قدح الليلة فاجعة فاجعة عند أهل البيت سلام الله عليه زينب أخوات زينب أم كنثو أم البنين الليلة في حزنها خصوصا من بعد ما دخل الجراح الأخير عليه وأدخل الرئة رئة الشات نفخها فأخرج الرئة خلاه في الضربة نفخها ثم أخرجها وإذا فيها شيء من مخ الإمام بعض الروايات وإذا به مخضر تدري شنو من السم من شدة السم شيء من مخ الإمام عليه السلام التفت إلى الإمام قال أحد عهدك وأوصي وصيتك فإن الضربة وصلت إلى الدماغ بعد ما من هرج يا أمير المؤمنين أما مولانا أمير المؤمنين هذه الليلة فقد أوصى أولاده بطاعة أولاد فاطمة الله خليفتي عليكم وكفى به خليفة أوصيكما ولداي ومن بلغه كلامي بتقوى الله وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا الله الله بالأيتام الله الله في الصلاة الله الله في بيت ربكم الله الله في القرآن وأوصاهم بإصلاح ذات البين بإنها أفضل من عامة الصلاة والصيام وما زال أمير المؤمنين سلام الله عليه وصيهم إلى أن التفت إلى ولده الحسن قائلا ولدي أبا محمد أنت ولي الدم فإذا أنا ميت من ضربته هذه فضربة مكان ضربة ولا تمثلوا بالرجل فإني سمعت حبيبي رسول الله يقول إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور ولدي أبا محمد وحملا مؤخر السرير وترك المقدم فإن الملائكة تحمل المقدم أينما وضع المقدم ضع المؤخر ولدي أبا محمد اعلم أنه موضع قبري ولدي كبر علي سبعا واعلم أنه لا يجوز التكبير على ميت سبع مرات إلا على التاسع من ولد أخيك الحسين وهو المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه ولدي اسمع اسمع ولدي حنطني بفاضل حنوط رسول الله ولدي أبا محمد وادخر لك من حنوطه ثم التفت إلى أبي عبد الله الحسين قال أما أنت يا ولدي يا حسين فحنوطك سافي تراب كربلا صيح صيح بصوت ها حسين هذه خطوة عظيمة في طريق طويل الإنجاز أولا والوصول إلى مستوى التحدي ثانيا والتفوق ثالثا ترجمة نانسي قنقر